اشتركوا في القناة المترجعيات الثلاث المتفق عليها وهي المبادرة الخليجية واليتها التنفيذية ومخرجات الحوار الوطني وقرار مجلس الامن رقم 2216 لعام 2015 وذلك بما يؤدي الى استثباب الامن والسلم في جميع انحاء اليمن ويحفظ وحدته وسلامة اراضيه وينهي التدخل الايراني في شؤونه الداخلية واذ تشيد وزارة الخارجية بالجهود والمواقف الايجابية لاعضاء مجلس الامن خاصة دولة الكويت والولايات المتحدة الامريكية والمملكة المتحدة ودور التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن والتي ادت لاصدار هذا القرار المهم فانها تعرب عن تطلعها لمواصلة دعم المجتمع الدولي لجهود سعادة السيد مارتين جريفث مبعوث الامين العام للامم المتحدة لليمن لضمان تنفيذ هذا القرار اشتركوا في القناة